كثير مننا طبعاً أحب موضوع الزراعة وكون عنده استفسارات عن الزراعة وخاصة سيدات البيوت اللي بزرعوا حتى في أقل المساحات وصولاً إلى الزراعات اللي بتكويةها دائماً مرجعيتنا مين يا رواني مفتي مين مفتي لنا بهاي الشغلة؟ مين يعني؟ المهندس مين؟ لأنا تعدى يعني؟ أهلاً وسهلاً ومرحباً بكي أهلاً وسهلاً ومرحباً بكي أهلاً وسهلاً وسهلاً ومرحباً نعم، أفعله كيف أمورك؟ لا بالإنجليزي وموضوعي مختلف صار اهلاً وانا بالدارة اهلاً وانا مش طالع معي كل التحية والتطبير اهلاً وانا مطلعت معها وسامير الله يزادك كل عام كل عام وانتي بخير وانتو بخير وكل اللي عم بيشوفونا ان شاء الله بكل خير وعنجد نهار سعيد ووجودكم انتو التنين بوجودك حكتيني قبل بالفاصل وقلتلي سامير بدي أوجه كلمة إلى العمال نعم كلمة أيها السيدات والسادة المايكراي عمال قايم ماري في عيد العمال تفضلي صراحة بدي أحكي انه عن جد كل عام وكل عمالنا بخير سواء من عمال وطن ام من عمال زراعة ام بناء وما في عمل بكمل بدون العمال مهما كان خلينا نقول لإداري او المهندس على قدر من العلم واكيد التنين بكملوا بعض بس صدقني بدون العمال كتير صعب نطلع بهذا الانجاز اللي احنا عم نعمله أنا أو غيري مش عم بحكة من حالي العمال بنوا دول صحيح صحيح وعبدوا شوارع وصووا طرق وصووا ناطحات سحاب لو لا العمال صح كل هذا بتكون مشاريع كلها حبر على صح أم صراحة قطاعي ترفع له القبعة وأنا بكل صدق بحكي لأنه صدقا صدقا أنا كعمال زراعة زملائي ما في عمل بطلع صح بدون هدول العمال مية بالمية كل التحية والتخدير إليك الله يكون دائما أخذي وهكذا أنهت أمل قيماني كلمة رائعة وسنذهب للزراعة الصيفية لا تقدر أنت فضلي سمير بدي أحكي فضلي زراعة الصيفية عشان نقول ليش أنا شو زراعة أوكي آآ مزارع مر من الصبح وعادة بس ما تضرم ش الليمونة بصل لا شلعتها من شروشة شلعت حطيت محلها مش مش من الصبح مهندسة عم بحكي لي لازمت أقول للمهندسة شو باري بالزراعة أول ما أجيت بقول لي أنا مزارع مر آآ أصدر هسا بصل لا بس هو عندنا بسع بسكليت لا بيقب يعني توظر ستنحكينا عن الزراعة الصيفية اليوم رح نحكي إيش ننزرع بالصيف جبنا بعض الأنواع إيش ننزرع خضرة طبعا بالصيف طبعا جبت بعض الأنواع أنا مش جاي أعرف على إيش بدنا نزرع لكن إحنا أحيانا بصير خلط إيش الأسهق يعني فهذا الأشي كثير عم بفيدنا أنه ننوع بزرعاتنا سواء بنتاق تجاري أو بالبيوت إيش بدنا نزرع هلأ بالصيف عادة إحنا منبلش نزرع بأول أربعة لأنه بأول أربعة باستقر الجو بترتفع الحرارة تصير المنتجات هذه الصيفية تقدر تعيش بره رح أبلش بداية بالريحان لأنه 99.9 كل الناس تسأل عنه الريحان بالبرد ما بعيش بجونه بره البيت فهذه النقطة لازم كلنا نعرفها الريحان هلأ بدنا نزرعه هلأ موجود بالسوق النوع للأكل الأحسن هو الورقة العريضة اللي خفيفة وفيه لنا كثير فقرات على مطبخ رؤية بقدروا يتابعوها هلأ منقدر نحط بره على الشباك على مدخل البيت أكيد بده شمس ومية بحب المية الريحان ورايحة عطيية جميلة بتجنة بما أننا بلشنا بالريحان هلأ إحنا منقدر نزرع البقدونس كزبرة زعتر ميرامية رشاد رشاد للأسف مش نعم صراحة لا هذا أنجح مش مش لا بطلح إن شاء الله أعطتلك بدي أحكي أوكي هدول الأشياء الدائمة اللي هي زعتر ونعنع وميرامية هلأ بتشد بالربيع وبصير أنجح بعدين بدنا نبلش بالزرعات اللي هي الصيفية عم نحكي عن فلفل خيار وعذروني مش كل إشي معي بس أنا يعني اللي لقيتو جبته بتنجان أوه رهيبين الفلفل أكيد فيه الحار والحلو خيار كوسة آه تذكروا معي فيه اليقطين اللي البعض بقول له يا أرع اللي هو اليقطين كتير زاكي كمان هلأ أنا معاي كمان هدا من نحكي عن أشتال والحلو في الموضوع حتى البقدونس سرنا من قدر نشتري أشتال حتى البقدونس هدا إشي كتير سهل علينا ووفر علينا وقت يعني أنا لما بحط انت حطيت هلأ رشاد طبعا ما في شتال ولكن لما بحط البقدونس بالأرض مثلا بدي أزرعه كبذر أكيد مش غلط للي متمرس بقدر أزرعه كشتل عرفت يعني هون قاعد بورجكي ها هو أشتر لي هاي البقدونس اوكي هلا هذا للي متمرس صار خلاص يعني سهل لكن فيه كيف تصعر عليكم مده بالله يعني هلا بقدرش عطيك ليه رقم لأنه عادة بهاي الأيام بتكون الحرارة مختلفة وكل مرتفعة الحرارة بيكون النمو البقدونس أسرع إنباته هلا مشان هيك البقدونس بالشتاء بتزرعي يمكن بعد شهر لي يطلع إذا طلع إذا إجا برد شديد كتير بيكون صعب موضوعه إذا كانت الحرارة عالية خليني أحكي لك إذا عالية بدنا أسبوعين أكتر شوي يعمديش أقول لك ثلاث أسابيع يمكن أقل الفجل ما بدنا ننسى الفجل أكيد بالشتاء سبحان الله بس هو ممكن يطلع هلا بالصيف بكل أريحية بس دائما دائما اللي بيطلع الراس تحت الأرض بدنا نكون كثافته قليلة ما يكون كثافته عالية خلينا نقول مش قليلة لأنه إذا الكثافة عالية بيأكل بعضه ما بيطلع الراس كبير بصير يطلع عندك كروس صغيرة جزر فجل شمندر الزراعة في مسافات متباعدة عن بعضه بالنسبة النثر بده يكون أخف وللي مش متمرس بقدر يخلطه مع تراب ناعم يعني تجيب البذر وتحط مع تراب ناعم تخلط وبعدين بتنثر هيك انت بتضمن انه راح البذر مع التراب أوكي هلا الاشي اللي ما بدنا ننسى الباميا الباميا هلأ وقتها بس الباميا للأمانة حساسة للمن إصابة حشرية اسمها المن تنرش يعني تنرش بدنا نرشها إذا ما بدنا نرش كيماوي بدنا نذكر ذكر ممكن نرش فلفل حار مع صابونة نابلسية مع تومي نندقهم مننقعهم ساعتين نأخذ أفضل تطلع مع تومي أفضل تطلع مع تومي هذه الخلطة كثير ممتازة نقدر نرش بس سبحان الله يعني بتكون أبطأ من الكيموية تمام ما بدنا هذه الكوسة احنا حكينا عنها بس نورجيهم إياها والدرة الدرة أنا زرعة وعباد الشمس لكي لا أنسى الدرة وعباد الشمس من الزرعات التي أنا جد كثير أحبها هذه الكوسة سوف نعرف على الكوسة لكننا نرشيكم كياس البدور هذه كلها بدور هذه كلها بدور تمام هناك نقطة نريد أن نقولها أنا معي هذا القوار هو شيء مصغر لكننا نقول مشكلنا عنها جناين فنحنا نزرع بقوار طيب دعنا هذه كلها ما بدها جذور طويلة بالأرض لا ليس الجذور يعني نحن يتعالي أشيء يعني عميء غميء كثير لا إذا قوار لدينا 40 سانتي 50 سانتي يقدم الغرض ويضلع الأخيار ويضلع الأخيار ويضلع الأخيار ويضلع الأمور زي الأحوال اللي ما نقول لدينا حفة بيت و تحتي مئة مصبوب مئة بالمئة لكن هناك نقطة أهم من ما تتحدث عنها ما قلتها 100% الأهم هو أنه عندما أزرع كوسة ليس مثل عندما أزرع بامية عندما أزرع خيار ليس مثل عندما أزرع يقطين يقطين يمد، الكوسة يمد لكي لا تزرع كل الخضرة على نفس المسافات أريد أن أعرف طبيعة النمو وكل شطلة أحاول أباعد إذا لدي أرض ومنحة أحاول أباعد من البداية إذا لدي أحاول القوار إذا لديك قوار، أحاول شطلتين يقطين شطلتين كوسة يعني الفكرة أنا أتحدث عن قوار، كيف يزرع حجمها؟ أنت أتحدث عن حوض البيت؟ أنا أتحدث عن حوض خارجي، يعني جانبي تعرف أن بعض البيوت فيها ممرات جانبية لكي لا تريد أنها جزر لا، أنا أتحدث عن يقطين إذا نزرع بقوار، تقولي أن نزرع بقوار طبعا أعني أدي حجم القوار؟ يعني الآن إذا حجم أد ما بدك مثلا إذا لديك قوار متر، تضع فيه ثلاث حبات يقطين حسنا لكن المهم الذي سأل عنه سمير، هو العمق العمق لا يريد أن نأخذ تحت نعم، لذلك سمير نقول لنزرع بالقووير لكي نشجع الناس لتأكل من الذين تزرعوا أكيد الإصابات، نريد أن نراقبها لا نريد أن نرش كثيرا لكن دائما أنا أقول الذي لا يحب أن نرش يجب أن يكون قريبا من نباتاته على طول، عندما شفت الإصابة، ترش مرة تحاول أن تسيطر عليها لكن إذا تركتها لوقت طويل، لا تستطيع أن تسيطر بعد أنا دالية مثلا أسا، هناك شغلة شععة، هنا تنتهى الوقت لأسف، جدرة، 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 رشيت، سويت، والأمور وحب أن تتحاول من نباتاته، لكنها تتحاول مزارع صديقي نورس لكي نرش كثيرا كمان مرة، بعد العقد بعد العقد كما تتحاول، لكنها تتحاول لكنها تتحاول، لكنها تتحاول حسر هذا ما قلت لي، بأمانة صح